كام صوم كبير عدى عليك من ساعة ما بدأت تصوم كتير وفي كل سنة يجي ربنا يسوع المسيح اللي تغير فيك أو فيك الصوم ده لم أجد وبتكلم على الصمر مش بتكلم على الورق ولا المظاهر أنت ممكن تكون صايم وبتحضر القدس في الأسبوع مرتين وتلاتة وبتتناول وزودها أكتر وبتصلي بالأجبية وبتقرأ في الإنجيل وبتقعد مع أب اعترافك فيش سمر المظهر احنا فلان ده ده في قدسات الصيام الكبير كل يوم بنشوفه فتكلم عن نفسي أنا أبونه كل يوم بصلي قدس بس هو السؤال في آخر الصيام ربنا هيقول لي لي عد نقط بقى سنوات أطلب صمرا ولم أجد تبقى تعمل يا رب اقطعها ده صاحب الكرم يقول كده سيجي يقول اتركها هذه السنة ربنا بيقول اتركها هذه السنة ايه ايضا ديله فرصة ديله فرصة الصوم بتاع سنة الاربعة وعشرين طب هتعمل ايه رب هل هعمل حاجتين سعيدني فيهم ده بيطلب مني ومنك سعيدني في الحياة نمرة واحد أنقب حولها يعني أنقب حولها أنقب يعني أحفر أحفر عشان أطلع الحشائش الضارة اللي تسللت وبقت تتغزى على الأكل اللي المفروض تاكله جزور الشجرة لا الحشائش الضارة دي بقت هيلب تاكله المواصل بها ايه الخطيئة يبقى نمرة واحد أنقب حولها طلع الخطيئة أضع زبلة من الزبل اللي هو السماد المفيد الحاجة المفيدة اللي احنا بنسميها في الكنيسة هو وصائة النعمة الأسرار الصوم من الحاجات المفيدة من وصائة النعمة القريات العبادة التوبة وصائة النعمة يبقى بديت الصوم الكبير وبديته بحسب الكنيسة محطت أو لسه ما بديتهوش لحد النهارده وإحنا بنقرب على يعني الأسبوع جاي أنه بخلصنا نص الصيام فالقصة ايه القصة احنا عايزين ايه لو انت صمت والحدد الوقتي معذب نفسك بتغيير الأكل وعملت دور على الأشكال والأنواع من الأكلات اللي ممكن يعني تعدي معاك الأيام أو لو انت لسه ما صمتش ويعني مستطول المدة وتقول خليني في الآخر هقول لك محتاج بسرعة تاخد قرار محتاج تجيب صمر محتاج تتغير ربنا بديك نعمة وبيديك فرصة بيقول لك أنا هساعدك في التغيير بس من فضلك اشتغل صح صوم صح ترجمة نانسي قرار